كرة بتاعت محمد صلاح اللي تصرر فيها ومناسبة صلاح هتكلم في جزئية مهمة قوي دلوقتي يعني محمد صلاح مبارح عمل مطش كبير جدا فيه كرة بقى في الشوت التاني كورتوى أنا قلت كورتو يا جماعة أنا قلت حاجة تاني أيوة محمد صلاح الكرة جات له اتلعبت طولية استلم استلامة ممتازة ممتازة وقف الكرة بشكل كويس وسع لنفسه رحشيتها بالليمين كورتوى طلحها بيده بشكل يعني اعجازي وهو السبب الرئيسي فوز ريال مدريد بالبطولة كلها مش ممتش ده امبارح بس يعني بالنسبة لريال مدريد في كل الأحوال هنفضل لنفس ريال مدريد ان شاء الله انكم موفقين كنادي قالي ان احنا نحصلهم في عدد قابل القرية ما شوف ده شيء مهم البعض بيقلل منه لكن أنا عندي جزئية مهمة قوي لازم اتكلم فيها وموضوع الهجوم على محمد صلاح من بعض المصريين المنتمين لريال مدريد يا حبيب انتمي ريال مدريد فيش اي مشكلة لكن غير مبرر اطلاقا انك تهاجم محمد صلاح او تتجاوز في حقه احنا بيجي لنا محمد صلاح ده محمد صلاح ده اول مرة يجي لنا لعيب زي ده اول مرة يبقى عندنا لعيب زي ده بيحقق انجازات زي دي بلعب تالت نهائي تشامبينز ليج تالت نهائي انت بتتكلم في ايه يا ابن انت هو اللي انتم بتعمله ده ده واحد لازم نفتخر به بشكل مش طبيعي ده لازم يتكرم كل شوية مش تكرم كل فين وفين ده واحد لازم يتكرم كل شوية محمد صلاح ده فغير مطلوب مرة وغير مقبول بالمرة ان يتم الهجوم على نجمنا المصري محمد صلاح كلنا في ظهرك يا صلاح وحدي اعمل انجازات كبيرة وحدي اجيب لنا جوائز اكبر واكبر واكبر ان شاء الله لسه قدامك مشوار طويل في الملاعب يعني فهارد لك لمحمد صلاح امبرح ومبروك لجماهير ريال مدريد وان شاء الله امبرك لبعضنا كاهلوية بعد مبرات الوداد